ما كان يروج له عن خطر تشكله ميليشيا الحوثي على طرق الملاحة الدولية أصبح واقعاً وحدثاً تتفاق متابعاته وأخر مستجد في هذا المنح احتجاز الميليشيا لسفينتين كوريتين بالقرب من جزيرة كمران اليمنية المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي أعلن قيام ميليشيا الحوثي باختطاف السفن جنوب البحر الأحمر وقال المالكي في بيان إن المسلحين حوثيين كانوا على متن زورقين هاجموا السفن التي تملكها أحد الشركات الكورية أثناء قيامها بعملية حفر البحر وأوضح بأن المختطفين ينتمون إلى جنسيات عدة مؤكداً على أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن سلامة أفراد الطاقم بحسب القانون الدولي وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهام قالت إن الحوثيين احتجزوا سفينتين كوريتين وثالثة سعودية على متنها 16 شخصاً من ضمنهم كوريان جنوبيان وذكرت الوكالة أن السفن ترسو حالياً في ميناء الصليف بمحافظة الحديدة وبحسب الوكالة فإن احتجاز السفن جرى حين كانت متوجهة من ميناء جيزان إلى ميناء بربرة في الصومال مشيرة إلى أنه تم تأكد من أن طاقم السفن جميعاً في أمان وعطفاً على حادثة الاختطاف أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية مدمرة قبالة السواحل اليمنية وطبقاً لوكالة الأنباء الكورية فإن المدمرة التي تقوم بمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية من المتوقع أن تصل يوم الخميس إلى مكان الحادثة وستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتماداً على التطورات وما ستأول إليه الأوضاع